اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان والتنسيق برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة من مادة التخطيط للصف الثاني صف الثاني في مادة التخطيط هو الاساس للصف الثالث طلابي الاعزاء طلاب التعليم الصناعي قسم الزخرفة والاعلان في مدة التخطيط في الصف الثاني باعتبرهم ان هما بيستعدوا استعداد كامل لمادة التخطيط في الصف الثالث لان احنا بنرمي الاساس الاساس هو السنة دي اذا ان شاء الله اتقنت مدة التخطيط السنة الجاية هترتاح وهتبقى المادة بالنسبة لك سالسة ولطيفة وهتقدر تحل فيها بمنتهى اليسر والسهولة طبعا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على المصطلحات الزخرفية والفنية والخشبية والمعدنية وكل ما يخص عملية المباني والابواب والشبابيك والعمارة الاسلامية والابواب المعدنية وكل المنتجات المعدنية الزخرفية والريبوسي وشغل الحديد المشغول وكل ده تكلمنا فيه في الجزء او الباب الخاص بالمصطلحات تكلمنا كمان في الحلقات اللي فاتت على اهم القوانين المسطحات والمجسمات اللي بستخدمها في حل المؤيسات بتاعتي فكركم احنا قلنا ان المؤيسة ليها شقين الشق الاول ان انا بوجد المساحة بتاعة السطح او المشغولة او المكان اللي انا عايز اقوم بعملية دهانه وبناء على المساحة بقدر حدد التكلفة واجور العمال الشق الاول ايجاد المساحة بوجده في كشف حصر الكمية او كشف المسطحات الجزء التاني بوجده في كشف التكاليف حصر التكاليف او بيسموه الكشف التسميني يبقى عندي كشف المسطحات لاجاد المساحات كشف التسميني لاجاد التكاليف طبعا انت ان شاء الله هتاخد الكشف التسميني في الترمي التاني في الفصل الدراسي التاني هنبتدي ناخد جدول التكاليف لكن احنا في الترمي ده هناخد جدول المسطحات مع الجزء الخاص بالمصطلحات الفنية والمعمرية والغرض من المؤيسة اللي احنا خدناه في بداية المادة للتعريف باهمية المادة النهاردة عندي مجموعة من المؤيسات هنحلها بجدول المسطحات زايد فيها احنا عملنا قبل كده تطبيقات على جدول المسطحات لكن انا اكتفيت فيه المرة الاولى بان انا اجبكم مؤيسات وش وظهر فقط المرة دي هنتطور شوية علشان طبعا دوارد ان يكون موجود فيه امتحان الترمي الاول اني جبلك في المؤيسة ان انت توجد السمك السمك هو عبارة عن تخانة المؤيسة التخانة او السمك حاجة من الاتنين يا اما بتظهر عندي في المسقطة الافقي للمؤيسة لفاكرين شاطرين بيقولولي المسقطة الافقي هو قاعدة الشكل او لما ابص على الشكل من اعلى او من اسفل وده اسمه المسقطة الافقي المسقطة الجانبي من الجنب المسقطة الرأسي من الامام ومن الخلف طيب شكل المؤيسة العام الوش والظهر بيبان في المسقطة الرأسي السمك يبان في حاجة من الاتنين يا اما في المسقطة الافقي يا اما في المسقطة الجانبي جدار لو أنا تخيلته عايز أشوف تخانة الجدار الشطرين اللي فاكرين بيقولولي آه كليني سمك الجدار هو كليني وده اللي احنا خدناه في المصطلحات الكليني أو سمك الجدار بيبان فين يا إما أبص من فوق أو أعمل قطاع أفقي كأن قطعت الحيطة من منتصفها فبصيت عليها من الأفق أو من أعلى أو من أسفل ده المسقط الأفقي أو نظرت إليه من الجنب ده المسقط الجانبي يبقى السمك يظهر في المسقط الأفقي أو المسقط الجانبي طب وممكن إيه؟ ممكن ما يجيب ليش السمك خالص في الرسمة لكن يذكره في رأس المؤيسة يعني يقولي الشكل الموضح أمامك هو المسقط الرأسي للمؤيسة والسمك بتاعها 30 سنتي 50 سنتي واحد متر يبقى هو هيكتفي بأنه يذكر لي السمك وبناء عليه أنا هعمل السمك قبل ما نبتدي نتكلم في المؤيسات اللي فيها سمك هقول بس إن السمك حاجة من اتنين ما لهم شي ثالث يأما يكون سمك أجزاء مستقيمة يأما يكون سمك أجزاء دائرية سمك الأجزاء المستقيمة بعتبره شريط طويل بيلف حوالين سمك المؤيسة أو حوالين المؤيسة كاملة الشريط ده بيلف بشكل كامل حوالين المؤيسة مجموع الأطوال بتاعته هو طوله وعرضه هو سمك المؤيسة النوع الثاني من السمك هو السمك الدائري ده بحسبه لوحده. ليه؟ لأن السمك الدائري هو محيط لدائرة. محيط له سمك. جزء من محيط الدائرة له سمك. الدائرة إذا أصبح لها سمك بقى لها مساحة جانبية. المساحة الجانبية للدائرة هي عبارة عن استوانة. يعني كأنها استوانة بس بدل ما هي مرتكزة على قاعدتها هي وقفة بشكل رأسي. فبيبقى القاعدة قدامي في الوش والظهر. والسمك هو المساحة الجانبية. يبقى أنا عندي دلوقتي السمك حاجة من الاتنين. يأما سمك دائري. يأما سمك مستقيم. سمك المستقيم مجموع الأطوال في السمك. السمك الدائري هو استوانة. إذا كان الدائرة كاملة مساحة جانبية لإستوانة كاملة. إذا كان نصف دائرة يبقى مساحة جانبية لنصف استوانة. هنا في نقطة مهمة نأكد عليها. المؤيسة لها وش ولها ضهر. ولكن لها سمك واحد. يبقى إذا عندي مسلس في الوش عندي مسلس تاني في الظهر. لكن هذا المسلس ليه كم سمك؟ هو سمك واحد فقط. لأن السمك هو حاجة واحدة بتصل أو بتكون موجودة تجمع بين الوش والظهر. يبقى أنا عندي وش وعندي ضهر. لكن عندي سمك واحد فقط. ما عندي السمكين. ما فيش وش وظهر في السمك. ده سواء قدامي نصف دائرة يبقى سمكها نصف استوانة. قدامي شريط يبقى هو شريط واحد ملوش وش وظهر. يبقى السمك نوعين. يأما سمك أجزاء مستقيمة. يأما سمك دائري. سمك الدائرة استوانة طه قاف عين. طه قاف عين هو المساحة الجانبية للإستوانة. طه زي ما احنا عارفين الشاطرين بيقولولي النسبة التقريبية للدائرة 22 على 7. أو احنا بنشتغلها هنا على الآلة الأسهل لنا 3.14 من 100. نص دائرة نص استوانة. ده بنكتبه في العدد. لو عندي دائرتين يبقى استوانتين وهكذا. السمك المستقيم بجمعه كله مع بعضه. كما لو كان مستطيل طويل جدا شريط طوله مجموع الأطوال وعرضه هو السمك. طب هل فيه تصنيف تاني للسمك أه؟ ايه هو التصنيف التاني ده؟ إن السمك فيه سمك خارجي وفيه سمك داخلي. السمك الخارجي والداخلي بيتحسبه بنفس الطريقة. يأما مستقيم يأما دائري. لكن السمك الخارجي هو ما يحيط بشكل مؤيسة من الخارج. السمك الداخلي هو سمك الفتحات. سمك الأجزاء اللي جوه شكل المؤيسة. طب هل فيه فرق في طريقة إيجاد السمك؟ لا مفيش. طب آخر حاجة حابين نقولها عن السمك ايه؟ السمك ده أضافة ولا تنزيل؟ اسأل نفسك كده. السمك ده فراغ حوى مش هيدهن هحطه في التنزيلات ولا هو جزء من كتلة المؤيسة اللي هتدهن وياخد جزء من البوية وجزء من التكلفة فلازم مساحته تتحسب. طبعا برافو عليكم هو جزء من المؤيسة ولازم يتحسب فيه الإضافات. يبقى السمك بيتحسب فين في الإضافات؟ نقطة أخيرة بنحب نضيفها بالنسبة للسمك. السمك كله بيتحسب إذا اتطلب مني. طب إذا ما اتطلبش مني يبقى خلاص هو مش عايزه. ممكن يكون بقى هيتعمل تجليد هيتزخرف هيتعمل كذا. طيب إذا طلب مني السمك في حاجة في السمك ما بتتحسبش؟ آه هي مش بتتحسب تنزيل لكن ما بتتحسبش خالص. اللي هي الجزء الملاصق للأرض لأن طبعا السمك اللي تحت الأرض ده أنا مش هقدر أن أنا أدهنه فبالتالي مش هحسبه معي. يبقى الجزء الوحيد اللي ما بتحسبش في المؤيسة هو الجزء الملاصق للأرض لأنه ده مش محسوب معايا في مساحة السمك بتاعتي. نبتدي بقى نطبق الكلام ده بشكل عملي في المؤيسات بتاعتنا. أول حاجة عندي بتكلم عن كلمة مسطحات. نفتكر مع بعض معنى كلمة مسطحات. تطبيقات على حل الإيه؟ المؤيسات. هنبتدي الأول نتكلم الطريقة العامة اللي بحل بيها المؤيسات بتاعتي. أنا عندي كلمة مسطحات. هي عبارة عن كلمة بتتكون من ست حروف. قلتلك ده بيفكرنا بأهم ست أشكال في المؤيسة. تاني كلمة مسطحات. فاكر اللعبة اللي تكلمنا عنها في الحلقة الأولى. لما قلنا أن أنا عندي كلمة مسطحات ست حروف وعندي أساس المسطحات ست أشكال. مش معنا كده هبفكرك تاني وأكد عليك. احنا خدنا في قوانين المسطحات أشكال كتيرة جدا. لكن الستة دول هنعتبرهم النجوم أو المشاهير في عمل المؤيسات. ايه هم الستة دول؟ المربع، المستطيل، الدائرة، المسلس، شبه المنحرف، والمضلعات المنتظمة، وأشهرها السداسي. مربع، مستطيل، دائرة، مسلس، والشبه المنحرف ده طبعا من أكتر الأشكال اللي بتيجي في المؤيسات. وطبعا المضلعات المنتظمة، وأشهرها هو مين؟ السداسي. الأشكال دي بعمل بيها إيه؟ شايف زي ما انت شايف حروف كلمة مسطحات إنها ستة حروف. أنا أقدر أشكل بيهم كلمات كتير جدا. أقدر أقول كلمة سطح، أقدر أقول كلمة سات، أقدر أقول كلمة كذا. هي ده نفس اللي أنا بعمله في المؤيسة. أنا بمسك الأشكال بتاعتي دي وأبتدي أغير فيها وأخترع منها مؤيسات وأعمل منها أشكال متعددة. يبقى إذا أنا حفظت دول، هبقى كإني مستعد لحل 90% من المؤيسات. لكن لازم طبعا أحفظ كل قوانين المسطحات. إيه خطوات حل مؤيسة المسطحات؟ أول حاجة بجيب مساحة الوجه والخلف أو الوش والدهر. وبعد كده بجيب مساحة السمك إذا كان مطلوبا محتاجة إيه في إيجاد الوش والدهر؟ محتاجة قوانين اللي قدامك دي؟ طبعا دول بس لا كل قوانين المسطحات، ولكن دول مين أشهرهم؟ النجوم المستطيل، طول في العرض، الدائرة، طه نق تربيع، طه سبتة 14% شبه المنحرف القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى على 2 في الارتفاع أو قف 1 زائد قف 2 أو قف زائد قف شرطة المهم أن أنت تكون فاهم أني بجمع القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى على 2 في الارتفاع مساحة المسلس قاف في عين على 2 أو نص القاعدة في الارتفاع الاتنين صح، أنا أحلها لك بالطريقتين في المؤيسات قاف في عين على 2 هي نصف القاعدة في الارتفاع المربع طول الضلع في نفسه المضلعات المنتظمة لأي مضلع ضاد تربيع في العدد السابت أشهرهم مين السداسي والعدد السابت بتاعه اتنين وستة من عشرة ومعنى كلمة سابت إنه ما بيتغيرش طب العدد السابت ده مطلوب مني أحفظه لإني طبعا وارد إن يجيني أي مضلع من المضلعات المنتظمة في الامتحان عندي من أول المسلس لحد الاثناشر ضلع مسلس علامة ربعمية تلاتة وتلاتين من ألف المربع واحد صحيح عشان كده المربع ضاد تربيع في العدد السابت بتاعه واحد فبتفضل زي ما هي ضاد تربيع المخمس واحد واثنين وسبعين من مية المسدس اتنين وستة من عشرة المسبع تلاتة تلاتة وستين من مية المسمن أربعة وثلاتة وتمانين من مية المتسع ستة واثنين من عشرة المعشر سبعة وسبعة من عشرة الإحدى عشر تسعة واربعة من عشرة الاثنى عشر حداشر واثنين من عشرة ده معناه انه رقم ثابت لا يتغير ودي النسبة بين مساحة السداسي ومساحة المتر المربع يعني السداسي اللي طول ضلع واحد متر بيمكن ان ينشأ منه او بيطلع مساحته قد مساحة المربع اللي طول ضلع واحد متر مرتين وستة من عشرة يعني دي النسبة بين مساحة السداسي ومساحة المتر المربع أو المربع اللي طول ضلع واحد متر فالنسبة دي نسبة سابتة عشان كده بنسميه عدد سابت يبقى أنا دلوقتي محتاجة ايه في الوش والدهر محتاجة اعرف قوانين المسطحات محتاجة ايه في السمك بقى محتاجة في السمك اعرف سمك الاجزاء المستقيمة بيساوي مجموع كل الاطوال في السمك سمك الدائرة استوانة قانون الاستوانة طه قاف عين طه في قاف في عين طه تلاتة واربعتاشر من مية لان ده شكل قائم على الدائرة فطه هنا هي النسبة التقريبية للدائرة لان انا بضرب الجزء اللي قدامي من محيط الدائرة في السمك اللي هو بيمثل الارتفاع طه تلاتة واربعتاشر من مية قاف القطر كاملا قانون الدائرة في المساحة طه نقق لكن هنا في السمك طه قاف قاف يعني القطر كامل نق يعني نصف القطر في السمك هنا هو عين عين هنا هي السمك كده عرفنا الطريقة نبتدي بقى بأول مؤيسة معنا بصوا مع بعض كده اه دي شكل المؤيسة بتاعتي جايب لي المسقط الرأسي بيقول لي ده قوس نصر يعني ده وشه وضهره وجايب لي المسقط الجانبي الشريط اللي في الجنب ده هو السمك بتاعه طب هل الأرقام اللي عليمين والتسعين والمتين والسبعين والاربعين هي دي السمك لأ طبعا النهاردة لو تخيلت ده ده المسقط الجانبي فين السمك أيوة برافو عليكم السمك هو الواحد متر اللي مكتوبة تحت دي لأن طبعا السمك هو عرض المسقط الجانبي وليس ارتفاعه يبقى أنا عندي السمك واحد متر تاني ادي مسقط رأسي قدامي ادي مسقط جانبي قدامي السمك يظهر فين؟ في المسقط الجانبي هو ايه بالنسبة للمسقط الجانبي؟ التخانة او العرض اللي هو كام واحد متر معطيات المؤيسة بيقول ليه المؤيسة عبارة عن قوس نصر قوس نصر ده يعني حاجة بتتعمل في وقت الاحتفالات والمناسبات الوصف الرسمي يوضح المسقط الرأسي والجانبي للوحدة والأبعاد موضحة بالمتر الطولي طبعا المتر الطولي للأطوال لكن المتر المربع للمساحات بند واحد بالمتر المسطح توريد وعمل دهان الكوارتز على الجدران نوع الدهان لا يعنيني كثيرا في كشف حصر الكمية أو في كشف المسطحات يعنيني في الكشف التسميني لكن طبعا لازم يكون عارف نوع الدهان من المباني هيدهن من الجهتين الأمام والخلف مطلوب دهان السمك الخارجي اللي هو بيحيط بالشكل من برة والداخلي اللي هو سمك الفتحات المطلوب أولا عمل كشف حصر الكميات أو المسطحات بالمؤيسة الابتدائية هبص تاني للمؤيسة أول حاجة هبتدي أقسم المسقط الرأسي افتكروا احنا قولنا إيه؟ أنا الأول بجيب الوش والظهر بعد كده بجيب السمك بتاعي هل أنا ليه تقسيمة سبتة للمؤيسة بتاعتي أقسمها بيها؟ لا أنا حر أقسم المؤيسة زي ما أنا عايز لكن دور على الطريقة الأسهل أسم المؤيسة هل فيه أي مشكلة أن أنا أكتب ألف وبه وجيم ودال لو هو مش كتبهم لي في المؤيسة فيش أي مشكلة سمي الأشكال بتاعتك زي ما أنت عايز عشان خاطر المصحح أنت هو هيصحح المؤيسة زي ما أنت حللها المهم في الآخر تكون حللها صح يعني عملتها مسلسات عملتها مربعات عملتها بالشكل اللي يعجبك مفيش أي مشكلة مفيش تقسيمة سبتة مفيش نموذج إجابة سابت لحل المؤيسة في الامتحان اللي أنت هتحله أي أن كان صح هتاخد عليه درقتك كاملة هبتدي أقسم المؤيسة بتاعتي أول حاجة طبعا هفتكر أنا محتاج إيه للوش والدهر الست قوانين دول ومعاهم باقي قوانين المسطحات لكن أنا الورقة دي عايزها تتحفز جوه دماغك تبقى حافظها زي ما بتحفز كده اسمك لأنها طبعا هي دي الأهم ومحتاج إيه قوانين السمك يا إما مستقيم مجموعة الأطوال في السمك يا إما دائرة طاقاف عين تالت حاجة محتاجها إيه رسمة الجدول لازم أكون حافظ إزاي أرسم الجدول بتاعي يبقى أنا هجيب إيه من عندي قوانين المسطحات والشوهدهر قوانين السمك لإيجاد السمك وكمان الجدول بتاعي لازم أكون بعرف أرسمه جدولي عبارة عن إيه؟ بند، بيان أعمال، عدد، مسطحات طول وعرض وارتفاع إضافات، تنزيلات، كمية، ملاحظات ده الجدول بتاعي بكتب جملة وتعبر أنا بعمل مؤيسة لإيه؟ ميم تربيع لزوم دهان قوس نصر من الوجهين والسمك بدهان القوارتز يعني ده اللي أنا هجيب مساحته بعد كده ببدأ أبتدي أجيب إيه الأول؟ الإضافات هي كل ما يتم دهانه الإضافات هي كل ما يتم دهانه لكن التنزيلات هي مش كل ما لا يتم دهانه يعني إيه بقى يا مثل اللي أنت بتقولي ده؟ أقول لكم يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة مش كل فراغ عندي اللازم يبقى تنزيل بمعنى أنا لو عندي مستطيل كبير جواه مستطيل صغير مفرد وجي طالب أخذ المستطيل الكبير كله مساحة واحدة في الحالة دي دخل معايا مين؟ المستطيل الصغير يبقى لازم أعمله تنزيلات طيب إذا جي طالب تاني أخذ المستطيل اللي في اليمين واللي في الشمال وماخدش الفراغ اللي في النص معي هعمله تنزيل؟ رافع عليكم طبعا لأ يبقى أنا إمتى بعمل الفراغ تنزيل إذا دخل معايا جوا مساحة الإضافة؟ التنزيل هو الفراغ اللي توجد معايا داخل المساحة المضافة يبقى اللي مش هاخده إضافة مش هعمله تنزيل لإني أصلا ما أخدتوش يبقى النهاردة لو أنا عندي فراغ في وسط شكلين وأنا خدت الشكلين مخدتش الفراغ يبقى مش هعمله تنزيل طب لو أنا خدت الشكل كامل الشكلين مع الشكل اللي في النص يبقى لازم الشكل اللي دخل معايا هيتعمل تنزيل وده هنشوفه بشكل تطبيقي جوه المعيسة نرجع بقى للمعيسة بتاعتنا رسمنا الجدول هبتدي أعمل إيه؟ هقسم المعيسة أول شكل عندي زي ما قلنا المعيسة كلمة بقسمها لحروف حروف المعيسة بتاعتنا دي طلعوا إيه؟ آلف، ب، جيم، دال طلعت المعيسة أربع خروف غير السنك الأربع حروف الأربع أشكال طبعا إحنا قلنا المعيسة كلمة وحروفها هي الأشكال الهندسية آلف، مسلس، به شبه منحرف جيم، مستطيل، دال، مستطيل يبقى أنا كده قسمت طب ليه ما عملناش جيم ودال مع بعض لأنهم مش قد بعض إمتى بعمل الشكل بخطوة واحدة إذا كانوا مجموعة أشكال بنفس المقاس ونفس الشكل أول شكل عندي المسلس تعالوا نرجع تاني للرسمة بص على المسلس قانون المسلس بيقول لي إيه؟ قاف في عين على اتنين أو نص القاعدة في الارتفاع همسك قاعدة المسلس، هنزل ألاقي قاعدة المسلس واحد ونص عين الارتفاع العمودي طب هلاقي عندي هنا فيه تسعين ده العمودي وفيه عندي المايل مية وعشرين طب هو جايب ليه مأسين لنفس الحتة دي أولا المايل ده عشان السمك السمك هنا هو المائل لكن كلمة ارتفاع العمودي الساقط من رأس المسلس على قاعدته فين الارتفاع؟ فين العمودي؟ همسك العمودي هلاقي تسعين من مية يبقى القاعدة واحد ونص والارتفاع تسعين هضرب قاعدة في عين على اتنين وطلع الناتج واحد خمسة وثلاثين من مية طبعا إذا كان فيه أي رقم بعد الرقمين العشريين ما باخدش أكتر من رقمين بعد العلامة أنا هنا في الجدول ده بشتغل بالمتر وبالسانتي المتر فيه ميت سانتي باخد رقمين فقط بعد العلامة بدون تقريب باخد رقمين وأي حاجة زيادة عن الرقمين ما بلتفت لهاش خالص لأن حتى لو فيه تقريب بيبقى فيه في نهاية المؤيسة تقريب لأقرب متر ده بيجبر لي أي كسور في وسط المؤيسة يبقى تاني إذا الرقم بتاعي طلع عليمين العلامة أنا ما بقربش الرقم الصحيح أنا بقرب الكسر اللي عليمين العلامة الكسر اللي عليمين العلامة باخد رقمين فقط والصفر طبعا يعتبر رقم يعني لو عندي صفر واربعة دور رقمين لو عندي صفرين دور رقمين لو عندي رقمين أيا كان وباخد رقمين فقط بعد العلامة ثم أتخلص من الباقي يعني باخد رقمين من 100 لإني بشتغل بالسانتي والمتر فيه 100 سانتي مساحة المسلس قاف في عين على 2 ضربت 1.5 في 90 على 2 طلعي الناتج عندي طبعا نوعا تنسى تضرب في إيه؟ في العدد العدد كان 2 جي العدد 2 من 2 أيوة برافو عليكم الوش والدهر يبقى هكتب فيه البيان الأعمال مساحة مسلس ألف أنا سميته ألف أنا حر ما فيش أي مشكلة جيت في الملاحظات حطيت قانونه قانون مين؟ مش أنا كاتب في الملاحظات أو في بيان الأسوري مش أنا كاتب في بيان الأعمال مسلس يبقى طبيعي أحط في الملاحظات قانون المسلس العدد عندي كان في الوش واحد وكان في الظهر واحد تاني أنا هدهن الوش وهدهن الظهر يبقى العدد 2 يبقى هضرب فيه 2 يبقى مساحة مسلس واحد هي 1.5 في 90 على 2 الناتج اللي يطلع قبل ما أحطه في الإضافة أضربه في 2 عشان الوش والظهر بعد كده أحط الناتج في الإضافات لإن ده هيدهن أتنقل الخطوة التانية من المؤيسة الشكل اللي تحت منه أنا أخدته شبه منحرف كامل ييجي هنا الشاطر اللي كان متابع من أول الحلقة قال لي كده دخل معاكي الجزء بتاع دال جوه شبه منحرف الكبير يبقى دال هنا لازم يتعامل تنزيل هنا أنا أخدت دال معايا الجزء اللي فوق من المستطيل أخدته معايا جوه الشبه منحرف بتاعي طالما الفراغ جي معايا جوه الإضافة يبقى لازم أعمله تنزيل لإني حسبته جوه الإضافة نبص للشبه منحرف قاف قاعدة صغرى زائد قاف شرطة على اتنين في الارتفاع تعالوا نبص مع بعض أنا عندي دلوقتي القاعدة الصغرى فوق هي عبارة عن قاعدة المسلس اللي هو واحد ونص وبعدين جنب منها خمسين من اليمين وخمسين من الشمال طيب تاني بصوا كده فيه القاعدة الشبه منحرف العلوية أهي فوق تحت المسلس قاعدة المسلس هي موجودة عندي واحد ونص وراح مديني خمسين طالما الناحية دي خمسين يبقى الناحية التانية كمان إيه خمسين يبقى هزود الخمسين على الواحد ونص يبقى هجمع الضلع ده هو الثلاث أضلاع دول طيب تعالى تحت تحت مديني إيه مش مديني يا ميز ده مش مديني الشبه منحرف لا ركز شوية ركز شوية وشوف قاعدة الشبه منحرف الكبيرة فين هو مش لازم يقدم لك المقاس على طبق منفضة أنت لازم تتعب معنا شوية عشان تقدر تتخيل الشكل وتركز في الحسابات لأن دي مادة محتاجة زكاء وسرعة بديها وتفكير وعايزين نتدرب على التفكير الرياضي السليم في حل المؤيسات أنا عندي جايب لي القاعدة الكبيرة كلها 130 و130 و150 جميل جدا الأرقام دي لما هجمعها 150 و260 هيتلاعوا 4 متر و10 طيب تعالى بقى الشبه منحرف هو هو الأطوال دي ولكن شيل منها 50 من اليمين و50 من الشمال يبقى أنا هجيب القاعدة الكبيرة اللي تحت كلها اللي يداخل فيها المستطلين وهطرح منها 1 متر هتديني القاعدة السفلية لشبه المنحرف فين ارتفاع شبه المنحرف المايل الـ 280 لا الارتفاع عمره ما يبقى مايل المايل ده عشان السمك برافو عليكم يبقى عندي الارتفاع العمودي مترين و70 سنتي يبقى القاعدة الصغرى 2 متر ونص يبقى الأول هكتب في بيان الأعمال ميم تربيع أو مساحة ميم تربيع واختصار لكلمة مساحة شبه منحرف لأن المساحة بالمتر المربع شبه منحرف أنا سميته به هحط في الملاحظات قانون الشبه منحرف قاف زائد قاف شرطة على 2 في عين هبتدي أعوض القاعدة اللي فوق قلنا كام 2 ونص القاعدة اللي تحت كانت 4 متر وعشرة بالمستطلات لما شلت المسافة اللي على يمين والشمال اتبقى لي 3 متر وعشرة على 2 بتاعت القانون في الارتفاع العمودي مترين و70 من مية بعد ما طلع الناتج وتاخد بالك لما يكون عندي عملية جمع على الآلة وبعدها عملية ضرب أو اسمه افتكر ان الجمع والطرحة عيلة والضرب والاسم عيلة تانية لازم أفصل بين العائلتين يأما بعلامة يساوي يأما بحط أقواس لعملية الجمع عشان ما يحصلش ان الآلة تجمع آخر رقم أو تضرب آخر رقم فبالتالي تطلع لناتج مش مزبوط يعني أنا لو هشتغل دلوقتي على الآلة أو على الآلة الحزبة العادية البسيطة هعمل إيه لو ما فاش أقواس هقول اتنين ونص زائد تلاتة وواحد من عشرة أو تلاتة وعشرة من مية وهي طبعا نفس الرقم وأقول يساوي لازم مفصل بعلامة يساوي وبعد ما أقول يساوي أضرب وقسم طب لازم أقول بين الضرب والاسمه يساوي لا مش لازم ممكن أعمل عمليات ضرب واسمه متتالية وربع ممكن أعمل عمليات جمع وطرحة متتالية وربع لكن إذا عيلة الضرب والاسمه وعيلة الجمع والطرح يبقى لازم أفصل بين العائلتين دول بعلامة يساوي أو بأقواس يا إما أحط أقواس على الآلة بتاعتي يا إما بقول يساوي عشان الناتج بتاعي يطلع مظبوط بعد ما الناتج بيطلع بضرب في العدد اتنين ليه العدد اتنين شطرين عشان الوش والدهر يطلع للناتج بحط الناتج في الإضافة لأن ده هيدهن إلا هيدهن إضافة حتى لو جواه فراغ لأن أنا كده كده هرجع أنزل الفراغ نيجي تحت للمستطيل وهنا بطبق النظرية اللي قلت لكم عليها أنا هنا لما جيت كان ممكن أخد جيم اللي في اليمين وأخد جيم اللي في الشمال أعملهم مستطيلين في الحالة دي المستطيل اللي في النص ما كانش هيتعمل تنزيل لإني ما خدتوش معايا لكن أنا عملت إيه أنا خدت المساحة كلها مستطيل واحد كده دخل معايا الجزء بتاع الفراغ جوا الشكل يبقى هيتعمل تنزيل يبقى كده دال كله على بعضه جزء منه دخل جوا الشبه منحرف جزء تاني دخل جوا المستطيل الجيم يبقى في الحالة دي دال كله هيتعمل تنزيل لإنه دخل معايا جوا الإضافة نيجي الجيم سهل جدا هجمع الأطوال بتاعته هتطلع 4 متر و 10 سنتي هشوف الارتفاع هلاقيه في اليمين 40 سنتي ده مستطيل طبعا قانونه طول في العرض العدد 2 عشان الوش والضهر 4 متر و 10 في 40 من 100 أضرب في 2 وحط الناتج في الإضافات كده أنا خلصت الإضافات بتاعتي اللي في المؤيسة طب أعمل السمك الأول ولا أعمل التنزيلات الأول برحتك أنا أفضل إن احنا نخلص المؤيسة وش وظهر خالص إضافاتها وتنزلاتها وبعدين نعمل السمك لو حابب تعمل السمك برضو مش غلط وما فيش أي مشكلة هنا إيه الفراغ اللي دخل معايا جوا الإضافة المستطيل دال هقوم عاملة المستطيل دال نرجع نبص عليه كده 150 في كام في مترين و 10 يبقى واحد ونص هو ياميس مش 150 اتفقنا أن الصفر اللي عليمين الرقم ده لا قيمة له متر ونص هي متر وخمسين سانتي لأنه نص المتر هو الخمسين سانتي في مترين و 10 لتنين صحيحتين سواء حطيت الصفر أو لأ هضرب واحد ونص في اتنين متر و 10 هيديني الناتج هضرب الناتج في العدد اللي هو 2 طب ياميس ده فراغ ده فاضي هضربوا في اتنين ليه بص معي كده هو الفراغ ده أنا هشيله من الوش بس يعني فتحة الباب دي أنا هفتحها من ناحية واحدة ولا هفتحها من ناحيتين رفوا عليكم من الناحيتين يبقى الفراغ ليه وش وظهر زي ما الإضافة لها وش وظهر يبقى الفراغ بيتشال من الوش وبيتشال من الظهر زي ما الإضافة بتتعمل من الوش ومن الظهر يبقى الفراغ برضه في اتنين من الوجهين والناتج هنا الفرق الوحيد يبقى أنا حلت خطوة التنزيل زي خطوة الإضافة بالزبط الفرق الوحيد فين؟ الناتج بدل ما بحط الناتج في الإضافة بحطه في التنزيلين ننتقل بقى للسمك أفضل أن أنت يكون معاك في الامتحان ألم بلون مختلف في ورقة الأسئلة طبعا هتيجي أنت بتحسب السمك المستقيم السمك الإيه؟ المستقيم هتقوم جاي بالألم بتاعك اللي بلون مختلف تخيل معي أن الألم الأحمر اللي على الرسمة ده ألمك أنت هتمشي على كل أضلاع الشكل من برة ده السمك الخارجي أي حاجة قبلك تمشي عليها وكل خطوة تمشي عليها هتجمعها معاك تاني بتخيل أن أنا ماسك بقرة تخيل نفسك ماسك بقرة عرضها واحد متر وبتبتدي تلف بيها على السمك في كل جزء من سمك المؤيسة بعد ما بخلص اللفة بتاعتي دي لو فردت اللي أنا لفيته هلاقيه شريط واحد عرضه هو السمك الواحد متر وطوله مجموع الأطوال اللي أنا لفيت حوالين منها يعني هتجيب معاك ألم في الامتحان في ورقة الأسئلة تبتدي تلف حوالين الرسمة من برة إذا اتطلب منك السمك الخارجي طب لو قابلتني دايرة في النص بتجاوزها وكمل بعدها واحسبها لوحدها في الآخر هنا مفيش دواير همشي معاكم كده واحدة واحدة أدي هنا الحتة الصغيرة دي كام أربعين اللي بعدها كام خمسين هنا كام أيوة برافو عليكم هنا أنا مشيت بالسمك بتاعي شوفوا الخط الأحمر ماشي عدل ولا ماشي مايل السمك هنا مايل يبقى هاخد الطول المايل اللي هو المترين وتمانين عرفتوا إيه لازمته هاخد بعد كده الخمسين هنا برضو هاخد المايل اللي هو المتر وعشرين طيب هل أنا محتاج أجمع تاني في عندي هنا طريقتين واللي اتنين صح ممكن طالب يفضل يجمع أربعين خمسين مترين وتمانين خمسين مية وعشرين كمان مية وعشرين كمان خمسين كمان مترين وتمانين كمان خمسين كمان أربعين معدل على القض طبعا لأنه ما بيدهن شي وأم جمع ده كله واضرب في السمك ده صح ممكن طالب تاني يقول لي إيه طب ماه النص اليمين زي النص الشمال طب ما أنا أجمع نص واحد واضرب في اتنين وبعدين اضرب في السمك برضو دي طريقة صحيحة الاتنين صح والاتنين يطلعوا نفس النتج خلينا نشوف كده السمك الخارجي جمعت الاربعين زائد الخمسين زائد المترين وتمانين زائد الخمسين زائد المتر عشرين ده نص وروح تضربه في اتنين يبقى أنا كده جمعت الأطوال في اليمين والشمال الاتنين هنا دي عشان هم جنبين متماسلين زائد زائد تاني نقول تاني جمعت كل الأطوال ضربت في اتنين ليه لأن أنا خدت نص بس ضربت في اتنين يبقى أنا كده جمعت أطوال النصين في واحد هنا اللي هي مقياس السمك السمك واحد متر الواحد هنا هو السمك قانون بيقول لي إيه أنا هكتب كلمة السمك الخارجي هحط إيه في العدد واحد لأن كل ده احنا جمعنا خمسين رقم برافو عليك ما احنا فعلا جمعناهم فأصبحوا حاجة واحدة لما جمعناهم أصبحوا حاجة واحدة عشان كده عندي العدد في السمك إيه واحد لإني جمعت السمك كله في خطوة واحدة قانونها إيه مجموع الأطوال مضروب في الآخر فين في السمك جبنا اللي اتنين منين هرجعك تاني للرسمة نص الرسمة زي النص التاني متماسل فروحت جمع نص وضربت في اتنين يبقى أنا كده جمعت النصين وبعدين بضرب في السمك اللي هو الواحد ناتج السمك فين في الإضافة طبعا لإن السمك بيتدهن السمك الداخلي سهل خالص بجمع التلات أضلع طب مش ده فراغ آه فراغ لكن فتحة الباب دي وانت بتمر منها السمك بتاع الفتحة ده بيتدهن ولا ما بيتدهنش طبعا بيتدهن يبقى سمك الفراغ إضافة هو نفسه فراغ لكن سمكه هيتدهن يبقى في الإضافة يبقى تاني السمك الداخلي عبارة عن مجموع الأطوال في السمك بص معايا كده مترين وعشرة متر وخمسين مترين وعشرة هنا ليه ما ضربتش في اتنين لأنهو مش نصين متمثلين هم تلت أضلع جمعت ده زائد ده زائد ده ورحت عاملة مترين وعشرة زائد متر ونص زائد مترين وعشرة في واحد اللي هو السمك السمك الداخلي رغم انهم تلت أضلع لكن انا جمعتهم في خطوة واحدة مجموع الأطوال في السمك في السمك اللي هو واحد مجموع الأطوال الناتج برضو في الإضافات في ملحوظة هنا مهمة كان ينفع جيب السمك الداخلي مع السمك الخارجي في خطوة واحدة طبعا ينفع وصح وما فيش اي مشكلة حبيت اجيبهم على خطوتين صح حبيت اجيب كل واحد لوحده صح حبيت اجيبهم الاثنين في خطوة واحدة برضو صح بكده انا خلصت المؤيسة دي هعمل ايه هجمع كل الاضافات اللي هتدهن طلعه 36 متر و25 سنتي تنزلات حاجة واحدة اللي هي المستطيل يبقى انا هشيل ال 6 و 3 من 10 ربطوع المستطيل من اجمالي اضافات المؤيسة تاني الخانة الصفرة اللي في الاخر دي انا عملت ايه في المؤيسة جمعت كل الاضافات جمعت كل التنزلات اذا كان فيه تنزلات تانية في النهاية اول استخدام لخانة الكمية هو صافي المؤيسة الصافي الصافي بتاعي بعد ما اجيب الاضافات واشيل منها التنزلات بشيل يعني او بطرح او كده يبقى بعمل عملية طرح ناقص يبقى هقول 36 وربع ناقص 6 و 3 من 10 الناتج في الكمية صافي الكمية 29 متر و 95 سنتي ناتج الكمية الصافي بقربه لواحد متر صحيح بشيل اي كان عدد السنتيمترات الموجودة بعد العلامة وبضيف واحد متر على الرقم الصحيح يبقى مفيش عندي مص متر مفيش عندي ربع متر فيه عندي متر صحيح يبقى حتى لو كان عندي خمسة سمتي مش خمسة وتسعين سمتي كنت هقرب لتلاتين متر يبقى تسع وعشرين خمسة وتسعين من مية هتتقرب تبقى تلاتين متر مربع تقريبا ودي كده الخطوة الاخيرة فيه المؤيسة بتاعتنا ننتقل بقى لمؤيسة تانية مؤيسة رقم اتنين ده شكل المؤيسة رقم اتنين اشكال كتير قدامي هي بالزبط كلمة حروفها ايه الشاطرين بيقولولي عندي دايرة عندي شبه منحرف عندي سداسي بالزبط كده ما عنديش حاجة تانية بس يميزدوا الاشكال كتير بس هم في الاخر هم التلات حروف هم التلات اشكال اللي احنا قلنا عليهم المؤيسة بتقولي لافتة اعلانية مصنوعة من الخشب المطلوب ان انا قدامي المسقط الرأسي بتاعها وقدامي الابعاد بالمتر الطولي بيقولي بالمتر المسطح بند واحد اللي هو العملية رقم واحد توريد وعمل دهان اللاكية على الاخشاب لللوحة الاعلانية طبعا قلنا دا يخصني في جدول التكاليف اللي يخصني هنا بقى منين من الجهتين مطلوب دهان السمك الخارجي والداخلي اللي هو سمك الفتحات علما بأن السمك تلاتين من مية هنا في الرسمة مش جايب للسمك لكن مدهوني في رأس المؤيسة انا كنت محتاجة ايه من الشريط اللي هناك ان انا بعرف السمك هنا هو عرفني السمك يبقى انا حتى لو الرسمة مش موجودة انا عرفت ان السمك تلاتين من مية يعني تلاتين سمتي يبقى عايز المؤيسة من الامام والخلف والسمك الداخلي والخارجي علما بأن تخانة المؤيسة او سمكها تلاتين سمتي اولا عمل كشف حصر الكميات او المسطحات بالمؤيسة الايه اللي ابتدائي هبتدي ابصت للرسمة بتاعتي اقرأ الحروف بتاعتها ابتدي اقسمها محتاجة ايه؟ محتاج ان يكون معايا قوانين المسطحات لحل الوش والضهر محتاج يكون معايا قوانين السمك لحل السمك الداخلي والخارجي شوف الورقتين دول او اللحتين دول عايزاهم يضحفروا في ذهنك تحفظهم كويس جدا خلاص احنا كل انا الاستحضار اللي انا بستحضره ده كأنك انت بتستحضرها في ذهنك كأنك انت بتفتكرها بتجهز عدتك اللي هتشتغل بيها قوانين المسطحات قوانين السمك والجدول رسمنا الجدول بتاعنا لوحة اعلانات بدهان اللي كيه هبتدي بالاضافات هبتدي اقسم بص معايا كده دايرة طب ليه احنا خدنا الدايرة اللي فوق مع الدايرة اللي تحت ليه خدناهم في شكل واحد برافو عليكم لانهم قد بعض قد بعض امتى اقسم الاشكال امتى يبقى عندي مستطلين اخدهم في خطوتين اذا كانوا مش قد بعض لكن لو عندي عشر مستطلات في المسألة والعشرة قد بعض اخدهم كلهم في خطوة واحدة نص دايرة فوق ونص دايرة تحت يبقى انا عندي في الامام دايرة وفي الخلف دايرة يبقى انا عندي في العدد كام اثنين قانون الدايرة طه تلاتة واربعتشار من مية طه ايه نق تربيع. بص كده. ستين. لا لا لا. ملكش دعوة بالستين. بص السهمين بتوعي الستين. مش وصلين لنهاية الدائرة. السهمين بتوعي الستين دول قعدة الشبه منحرف. أمه. لفين قطر الدائرة؟ دور على المقاس كويس وركز. هنزل تحت لقي قطر الدائرة تمانين من مية. تحت هو موجود قطر الدائرة تمانين من مية. ده قطر كامل. القانون بيقول لي إيه؟ نق. يبقى أنا هاخد إيه من التمانين؟ هاخد نصها. ليه؟ افتكر القطر عامل زي عقربي الساعة. نصين. واحد على اليمين. واحد على الشمال. ده قطر كامل. لكن نصف القطر زي عقرب الساعة. يلف الساعة كاملة من المركز إلى المحيط. عقرب واحد نصف قطر. لكن ده هنا عندي من المحيط الدائرة. من المحيط للمحيط. ده قطر كامل. أنا محتاج إيه؟ نصه. هو تمانين يبقى نصه كام. أربعين. أكتب في البيان ميم تربيع دائرة. أكتب في الملاحظات قانون الدائرة. طه نق تربيع. طه تلاتة واربعتاشر من مية. دي سبتة. حدش يسألني جبتها منين. خلاص إحنا حفظنا. طه النسبة التقريبية للدائرة تلاتة واربعتاشر من مية. فيه نق تربيع نص القطر في نفسه. حد يقول لي ما كنت حطيت التمانين وخلاص. لا أركز معايا. أنا ما بقولش نص القطر زائد نص القطر. أنا بقول نص القطر في نفسه. يعني إذا القطر عندي عشرة. العشرة دي عبارة عن خمسة زائد خمسة. لكن نق تربيع يعني خمسة في خمسة. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. لكن خمسة زائد خمسة عشرة. يبقى نق تربيع مش معناها القطر. نق تربيع معناها نصف القطر في نفسه. مش زائد نفسه. يبقى أنا عندي تلاتة واربعتاشر من مية في نصف القطر في نفسه. أضرب في كام؟ في الاتنين بتاعت العدد عشان الوش والدهر. طيب هيطلع لناتج نواتج الدايرة في الغالب بيطلع فيها قصور كتير قوي. عشان الثلاثة واربعتاشر من مية. باخد كم رقم بعد العلامة? اتنين. هنا اطلع لي بعد العلامة صفرين. يبقى مش ااخد حاجة بعد العلامة خالص. يبقى انا عندي هنا مساحة الدائرة بالتقريب هتبقى واحد متر. لان اطلع لي بعد العلامة صفرين. فانا مش ااخد اكتر من رقمين بعد العلامة بدون تقريب. هتنقل ايه به؟ شكله شبه منحرف. بص الشبه منحرف. برضو يا ميس هناخده الاتنين مع بعض. اه هناخد الاتنين مع بعض. ليه؟ لانهم قد بعض. الاتنين قد بعض. هاخدهم مع بعض. طيب. تعال نشوف كده. طب تعال هنرجع للرسمة الاول. ادي عندي القاعدة الصغيرة ستين. القاعدة الكبيرة عبارة عن ايه؟ بص كده. قطر الدائرة وعلى يمين وزيادة تلاتين من يمين وزيادة تلاتين من الشمال. قلت لك شغل دماغك. المقسات مش لازم تجيلك سهلة. لازم تتعب نفسك شوية. انا عندي قطر مية وتمانين. هزود ستين من يمين وستين من الشمال. تلاتين وتلاتين يعني ستين. عفوا. يبقى ستين على المية وتمانين. مفهومة كده. المية وتمانين جات منين؟ قطر الدائرة. والتلاتين موجودة على يمينه وعلى شماله. يبقى القاعدة الكبيرة هي عبارة عن قطر الدائرة. وهزود عليه تلاتين وتلاتين. بعد كده عندي هنا القاعدة الصغيرة كام ستين. يبقى فوق تمانين مع الستين يبقى كام؟ ايوا برافو عليكم مية واربعين. زائد الستين. يبقى القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى على اتنين في الارتفاع. الارتفاع الايه؟ العمودي. الاثنين وسبعين ده المايل بتاع الصمك شطرين. اللي بيقولوا ايوا ده عشان الصمك. الارتفاع العمودي. العمودي كام ستين من مية. يبقى القاعدة الكبرى 140 زائد القاعدة الصغرى 60 على 2 طبعا 41 من 100 و60 من 100 في 60 من 100 الاتنين اللي تحت دي جات 2 بتاعت القانون العدد هنا كام 4 4 ليه دول كام شبه منحرف 2 2 فين يبقى فيه زي يوم 2 إخواتهم فين في الظهر يبقى العدد كام 4 هحط مساحة شبه منحرف هحط في العدد 4 هحط في القانون قانون الشبه منحرف أطلع الناتج ومنساش أقول بعد الجمع علامة يساوي وبعد كده أضرب فيه العدد 4 وبعد كده الناتج هيطلع لي أحطه فيه الإضافة لأن ده هيدهن إيه الشكل اللي دخل معايا جوه الشبه منحرف واحد في اللقطة اللي فاتت يقول لي إيه آه ضل شبه منحرف صغيرين اللي هو السداسي آه أوكي مفيش مشكلة كلامك صح مظبوط لكن أنا ليه أعمله على خطوتين إذا كان هو ينفع يتعمل على خطوة واحدة يبقى أنا أعمله خطوة واحدة إيه سداسي بناء أنا على إيه عملته كده على إن جميع أضلعه متساوية مضلع منتظم ده التربيع في العدد السابت طول الضلع كام 30 من مية هكتب مساحة مسدس العدد كام وش وضهر اتفقنا الفراغ وش وضهر قانون ده التربيع في العدد السابت ده التربيع طول الضلع في نفسه 30 من مية في 30 من مية في العدد السابت كام للسداسي ده أنا حافظه 2.6 من 10 هضرب في الاتنين بتاعة العدد وحط الناتج هنا فين؟ في التنزلات الناتج في التنزلات ننتقل بقى للجزء الخاص بالسمك السمك هبتدي بسمك الأجزاء المستقيمة هو أنا ينفع أعمل السمك الداخلي والخارجي مع بعض آه ينفع ينفع أعمل سمك المستقيم مع السمك الدائري؟ لا ما ينفعش تاني إمتى أعمل السمك مع بعضه بره وجوه إذا كان كله أجزاء مستقيمة طب ينفع أعمل الأجزاء المستقيمة مع الدائرة في خطوة واحدة؟ لا المستقيم في خطوة والدائري في خطوة طيب تعالوا كده نمسك المؤيسة بتاعتنا مع بعض القلم الأحمر بتاعنا قدي التلاتين وبعدين المايل هاخد اللي 72 مش هاخد الستين وبعدين 30 ضلع السوداسي 30 كمان ضلع السوداسي الثاني 30 كمان ضلع السوداسي الثالث 72 ضلع الشبه منحرف المايل وتلاتين الدائرة ما ليش دعوا بها لو لحظتها تلاقي النص الفؤاني متطابق مع النص اللي تحت يبقى النص اللي فوق متطابق مع النص اللي تحت يبقى أنا ينفع أجيب النص اللي فوق واضرب في اتنين أي وينفع وبعدين أضرب في السمك اللي مديهوني في المسألة كام 30 من 100 طب ينفع كنت أجمعهم وراء بعض أه برضو كان يبقى إجابة صحيحة وما كانش يبقى فيه أي مشكلة هنا قدي عندي 30 من 100 زائد 72 زائد 30 زائد 30 زائد 30 بتوعي السوداسي زائد 72 بتاعت الشبه منحرف زائد 30 ده نص المؤيسة اللي فوق في كام في اتنين بتاعت النص التاني يبقى كده جبت نصين المؤيسة في مين في 30 من 100 بتاعت السمك كل ده شريط واحد هجيبه في خطوة واحدة اللي هي مجموع الأطوال في السمك ألمك الأحمر في الامتحان هيسهل عليك تتخيل السمك وتحله بسهولة في ورقة الأسئلة طبعا عشان تقدر كل حاجة هتمشي عليها بص كل خط هتمشي عليه بالألم الأحمر هتجمعه كل خط تمشي عليه بالألم الأحمر هتجمعه معادة مين؟ معادة الدواير والمنتصق على الأرض الدواير والمنتصق على الأرض هنا فيش حاجة ملتصق على الأرض لأن دي لوحة خشب يبقى عملت ايه؟ جمعت كل الأجزاء المستقيمة فيه عملية واحدة عشان كده بحط في العدد ايه؟ واحد مجموع الأطوال كلها ليه ضربت في اتنين؟ لأن أنا خدت نص وضربت في النص التاني جبت مجموع الجزئين فيه 30 من مية جبت 30 من مية منين؟ من المؤيسة 30 من مية هي السمك حطيت ناتج السمك بتاعي فين؟ في الإضافة طبعا تاني بص مع بعض كده رجع العصفورة بتاعتنا قدي عندنا هنا ضربت في 30 من مية طلع لي الناتج 1.76 من مية حطه فين؟ في الإضافة بعد كده هبص لللي باقي عندي السمك الدائري نص دائرة فوق ونص دائرة تحت يعني نص استوانة ونص استوانة هنا مفيش وش ودهر نص دائرة يعني نص استوانة ربع دائرة وربع استوانة دائرة كاملة استوانة كاملة هنا بقوا دائرة كاملة لو ضمت النص اللي فوق عن نص اللي تحت ليه ضمتهم؟ لأنهم قد بعض هعمل إيه؟ سمك الدائرة باستوانة قانون الاستوانة طه قاف عين تعالوا نرجع هنا هاخد من؟ التمانين ولا الاربعين؟ لا قاف هاخد القطر كله طب ليه ميس خدنا القطر كله عشان هو القانون كده هو ده القانون القانون هنا بيعتمد على في إيجاد المحيط على القطر كاملا طه قاف عين حيث عين هي السمك طه تلاتة واربعة